ومع أولى موضوعات حلقة اليوم مشاهدين كرام مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان حيث تحرص دائما جمعية أصدقاء مرضى السرطان على الوقوف بجانب مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي والصحي لهم من خلال حزمة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمرض السرطان وحثي فئات المجتمع كافة للتفاعل مع قضية المرضى أنا أستحق الحياة طبعا هي إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان التي تواصل جهودها الإنسانية المتمثلة في جمع أموال الزكاة من الأفراد والمؤسسات وتوظفها لتوفير الإلاجات اللازمة لمرضى السرطان للحديث أكثر مشاهدين كرام عن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات والبرامج التي تطلقها الجمعية معنا اليوم دكتورة سوسن الماضي مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان مرضى السرطان عفونا أعفوكم الله جميعا وأهلا وسهلا بك أهلا أستاذ أمني حقيقة نريد أن ندخل مباشرة إلى هذه المبادرة التي انطلقت عام 2013 أنا أستحق الحياة طبعا وتدائيتها وحيثيتها وأين وصلتم الآن من كل أهدافها وهل أتت أكلها طبعا دائما نقوله بالشكر تدوم النعم فأنا دائما أتوجه بالشكر لمؤسسة الشرق الإعلام طبعا برنامج أماسين تدائما متابعينا في كل برامجنا وكل أنشطتنا فشكرا لكم المعدين مبادرة أن أستحق الحياة هي أحد المبادرات المهمة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان المبادرة هذه يعني تهدف إلى مساعدة المريض مباشرة مريض السرطان المبادرة أطلقناها في 2013 ولكن ما بدأنا نساعد المرضى غير 2015 وحذكر لك ليش طبعا المبادرة هذه عبارة عن مبادرة لتخصيص أموال الزكاة طبعا فيها فتوى شرعية الفتوى الشرعية طبعا توجه بتخصيص أموال الزكاة إلى فئة معينة من مرضى السرطان اللي هو المسلم الغير قادر على تحمل تكاليف العلاج وفيه إلى فتوى رسمية طبعا لهت أيضا الجمعية مخصصة لها حساب خاص اللي هو حساب الزكاة حساب أن أستحق الحياة الجمعية أطلقنا المبادرة هذه في 2013 مثل ما تفضلتي ولكن أخذ من عدنا حوالي سنتين إلى 2015 إننا أنقدرنا المبادرة بدأناها بحت توعية لأن الكثير من الأفراد ما كانوا يعلمون أن مريض السرطان ممكن يكون أحد أوجه صرف مصارف الزكاة يمكن إحنا أغلب الناس متعودة أن مصارف الزكاة معروفة اليتيم الفقير المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها والأمور هذه لكن مريض السرطان ما كان يمكن معلوم أنه ممكن أن يكون طبعا أحد مصارف يعني أنه ممكن الشخص يعطي زكاة لمريض السرطان فيمكن تماما يمكن حوالي أول سنتين ونحاول نرفع من مستوى الوعي أنه أيضا مريض السرطان هو طبعا ممكن أن يجوز عليه صرف أموال الزكاة في 2015 بدينا نساعد ساعدنا بأموال الزكاة التي جمعت حوالي 890 ألف درهم تقريبا ساعدنا حوالي وقتها كان عندنا حوالي 90 مريض تم مساعدتهم بهذا المبلغ اللي هو كم مرة يعني؟ 890 ألف درهم كان هذا كان أول ما بدينا طبعا نجمع بدأتنا استفهامنا لكن هذا ما يعتبر زهيد يعني مقارنة بالتكاليف والحمد لله طبعا لكن مقارنة بالتكاليف الباهظة لمأرضة صحيح والحمد لله طبعا إحنا عندنا دائما نقول أنه ما في شيء كثير ولا شيء قليل على مريض السرطان الدرهم عندنا يفرق في طبعا علاج المريض في 2016 الحمد لله والله الحمد الله وفقنا وقدرنا نجمع تقريبا مليون و 400 ألف وساعدنا في هذا المبلغ حوالي 170 مريض في السنة هذه يعني كان الهدف عندنا نجمع مليونين و 200 ألف إن شاء الله عشاس أن التارجت حقنا نحن نساعد 400 مريض السرطان وإن شاء الله سنكمل المبلغ طبعا دائما يتزامن مبادرة أن أستحق الحياة طبعا مع شهر رمضان الفضيل ولكن إحنا ما نبدأها في شهر رمضان إحنا دائما نبدأها قبل يعني المبادرة بدأنا نشتغل عليها من تقريبا بداية شهر خمسة طبعا كل عام إحنا محددين مايو أو شهر خمسة هي هالفترة اللي نبدأ فيها العمل على المبادرة طبعا نربطها في الشهر الميلادي لأن في ناس الحول عندهم يختلف في ناس يعتبرون الحول في رمضان في ناس يعتبرون الحول عندهم خصا المؤسسات في الأشهر الميلادية طبعا كان في تفاعل من الجمهور دائما الجمهور متعود علينا يمكن نتفاعل عن طريق شريكنا جمعية الشرق التعاونية عندنا كان بوث في أكثر من مكان في مناطق الشرق كانوا تطوعين موجودين للرد عن استفسارات الجمهور يمكن أكثر من تجمع أموال الزكاة لأنه في طبعا طرق عديدة لأنه ممكن الشخص يوصل أموال الزكاة يمكن تبرع مباشرة للحساب البنكي وحتى عندنا كان أرقام اسم اس أيضا ولا زالت ولكن يمكن تفاعل الجمهور أكثر أيضا لازال في مثل ما تقولين حين محتاجين أكثر وعي أنه ممكن أموال الزكاة ممكن تخصص إلى طبعا مريض السرطان طبعا الحملة لازالت قائمة طبعا نسأل هل هذه الفلوس هي أموال زكاة لأنها توضع في حساب معين وإلها مصارف معينة أو أنها صدقة فقط أنا ممكن أتصدق فقط لعلاج مرض السرطان وهذا أيضا عندنا حساب منفصل له أرعا طيب مرة ثانية أريد أن أعرج وحضرتك على نواع الأمراض السرطان التي يتم علاجها بهذه المبالغة إن شاء الله ومن خلال هذه المبادرة وأيضا على من هم الفئات المشمولة تحديدا أنت قلت مسلم لازم يكون مسلم ولازم يكون غير قادر على تحمل تكاليف علاجه غير قادر الفتوى طبعا موجودة الفتوى الشرعية طبعا الفتوى مخصصة للعلاج يعني مثلا ما أقدر من العلاج مريض السرطان هذا يعني بحر واسع جدا يعني من أول الفحوصات من أول التحاليل من أول العلاج الكيموي العلاج الإشعاعي جميع السرطان حتى تساعد في موضوع أنه طبعا أكثر مرضى كثير من أحد المضاعفات التي تسببها مثلا أحد النوع العلاجات الكيموية تأثر على لثة تأثر على الأسنان فنحن حتى نساعد في موضوع عادة ترميم الأسنان واللثة لأنه أنت تتطلعين إلى نوعية الحياة ما الفائدة عندي مريض متعافي بس ما يقدر مثلا نياكل مثل الإنسان الطبيعي أو يمضغ فكثير عندنا نركز على نوعية الحياة ما بعد التشافي هذا كثير عندنا مهم لهذا السبب الفتوى حددت فقط العلاج وهو هذا اللي نركز عليه العلاج اللي هو يتضمن سواء كان مثل العملات الجراحية لاستئصال الورم اللاج الكيموي اللاج الإشاعي هذا كله يندرج تحت مضلة العلاج لغاية متى الحملة مستمر؟ لغاية إن شاء الله آخر شهر سبعة بإذن الله آخر شهر سبعة واللي سمعنا نحن يتابعنا ويريد أن يشارك في هذه الحملة كيف تتم المشاركة؟ طبعا ممكن التواصل مباشرة مع مكتب الجمعية نحن ما كتبنا في إمارة الشارجة في المجلس الأعلى شؤون الأسرة ممكن عن طريق التليفون في عندنا مندوب ممكن يوصل للشخص اللي يحاب أن يتبرع أو يخصص أموال زكاته طبعا ممكن عن طريق الوب سايت أو الموقع الإلكتروني أيضا في عندنا مفصل اللي هو رقم الحساب الخاص فقط مخصص للزكاة وفي أيضا عندنا أرقام أس أم أس ما دل إذا ممكن يعني يساعدونا طبعا لازم تفضلي يساعدونا في عندنا رقم في عندنا ثلاث أرقام يحضرني فقط رقم واحد للأسف فيه اللي هو أربع أربع أثنين خمسة اللي هو بعشد دراهم وأنا أفضل أن أساد المشاهدين أيضا يتوجهون إلى الموقع الإلكتروني أفضل لأنه شوي مقادرة أذكر الرقمين الثانيين بالنسبة للتبرع للأسف هم في الأثناء الآن إذا توفروا عندهم الرقم إن شاء الله إن شاء الله في غرفة الإخراج تبلغني المخرجة أنه قاعدين يكتبون الرقم ويطلع الحين على الشاشة إن شاء الله حتى طبعا يتسنى إلى أهل الخير والإحسان أنهم يتبرعون لمرضى السرطان ولكن لا أدري وحضرتك تتحدثين سألت نفسي لماذا لا؟ هذا سؤال لنفسي على فكرة ولكن سأسمعه للجميع لما لا تستمر الحملة بشكل دائم بما أنه فيها أموال زكاة وبما أنه فيها صدقات الإنسان دائما يبحث عن مصارف الصدقات ومصارف الزكاة ومصارف الإحسان فلما لا تستمر؟ طبعا يمكن إحنا مفهومنا أموال الزكاة أو صرف الزكاة دائما نربطه برمضان يعني هذا إحنا من لما بدنا الحملة أننا حتنا نتقف على موضوع النجائز لمرضى السرطان فكتشفنا أن أغلب الناس يمكن 99% من الجمهور اللي نتعامل معه دائما يقول لها رمضان يعني فيه ناس تعتبر أن الأجر أجرين ما عارف شون الفكرة وراها ولكن أغلب الناس يربطوها برمضان الزكاة نفسها لها فترة محددة ولكن الصدقات هذه طول العام يعني هنا ما نوقف موضوع الصدقات اللي حاب أن يتصدق وحاب أن يتبرع الجمعية لمساعدة مرضى السرطان طبعا هذا مفتوحة هذه المرة ما توتج عنها وطبعا تجوز صدقة أيضا على مرضى السرطان اللي ما عندهم طبعا يتكفلون تكليف علاجهم وطبعا نحب أنه طبعا أنه أكيد أي مريض حتقوم الجمعية بمساعدة طبعا بعد التقديم اللي نحن عندنا طبعا بروسس أو عملية معينة للتقديم وإجراءات واضحة جدا أكيد يعني هذا حيكون إنسان محتاج أو لم يكن طلب أن يتعالج كل أنواع السرطانات الأنواع ما نفرق حتى اللي في مراحل الأخيرة يعني يجوز شوفي الحين العلم الحديث ما عد فيه شيء اسم مراحل الأخيرة حتى فيه أنواع معينة من السرطان أصبحت في مصاف الأمراض المزمنة يعني أنت لو تتكلمين عن سرطان الحين حاليا فيه أنواع معينة منه ما عد فيه مرحلة أخيرة وخلاص يعني يمكن مريض يموت الحين أصبح يعامل كمرض مزمن مراض مزمن يعني إيش مراض مزمن مثل أمراض المزمنة المعروفة مثل أمراض المزمنة المعروفة مثل إيش سكري والضغط سكري والضغط بالضبط السكري والضغط المريض يتعايش معه بس ما حيتشافه من عنده ففيه أنواع الحين من أمراض السرطان تعتبر أمراض مزمنة يتعايش معها المريض طبعا الأمار بيدرب العالمين هذا شيء أكيد ولكن أكيد طبعا إحنا نستمر لأن كل مرحلة من مراحل على السرطان هذه لها خصوصية معينة طريقة معينة للعلاج وأهم من العلاج مساندة المريض معنويا ونفسيا أكيد نعم طبعا جهودكم تشكرون تشكرون عليها وإن شاء الله من أهل البر والإحسان وطبعا من ينغب في التبرع بأموال الزكاة وليبغي أيضا يجد مصرف من مصارف الصدقات وما أجمل أن نتصدق ونشفي أمراضنا ونشفي علالنا ونبعد عننا الابتلاءات من خلال الصدقات ما علي غير التواصل طبعا مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان فاصل مشاهدنا ومتواصل معكم حياة كم الله من جديد مشاهدنا كرام ومازلنا مستكملين الحديث مع دكتورة سوسن الماضي مديرة عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان والحديث سوف يكون أيضا عن مبادراتكم الأخرى التي لازلت أيضا مستمرة وانطلقت في النصف الأول من هذا العام صحيح أين وصلت وما هو جديدكم أيضا في النصف الأخير من هذا العام يمكن احنا تكلمنا في أكثر من حلقة من أماسي عن النصف الثاني من 2017 حيكون شوي دسم مكتب جدا في عندنا طبعا مبادرات مجتمعية كثيرة يمكن حيتكلمنا عن مسيرة لنحية رياضية اللي حتكون في شهر نوفمبر في الجامعة الأمريكية بإمارة الشارقة وإن شاء الله وللمرة الثانية طبعا برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر القاسمي حفظها الله وهي رئيس الفخري جماعة الصقام والسرطان حيث نستضيف المؤتمر الثاني للتحالف الأمراض غير المعدية المؤتمر الأول كان في 2015 كان الأول من نوعه عالميا وطبعا النجاح الهائل للمؤتمر وصدا على مدى السنتين للماضيتين وما تمخض عنه من إعلان الشارقة للأمراض غير المعدية حيحصل المؤتمر الثاني أيضا في 2017 في شهر ديسمبر بصراحة شخصيا أنا متطلعة جدا لهذا المؤتمر لأنه سيأخذ منحة آخر سنة في 2015 كان ما أخذ منحة الجمعات المثلنا التي تعمل في نشر الوعي عن الأمراض غير المعدية ولكن هذه السنة سيكون في حكومات سيكون في مؤسسات أخرى ستشارك فيه أنا أستخدر شخصيا أتطلع لهذا المؤتمر طبعا أكتوبر سيكون زحمة لأنه دائما عندنا شهر الوردي ولكن بما أننا يمكننا الثيم حق الحلقة اليوم نتكلم عن المرضى والمرضى شخصيا أنا قريبين إلى قلبي واسم الجمعية أصدقاء مرضى السرطان أحب أن أتكلم عن مبادرة جدا عزيزة على قلبنا حتى على قلب فريق العمل في الجمعية التي هي مبادرة الحج والعمرة الحج والعمرة للمرضى هذه مبادرة يمكننا ما استمرنا فيها بصورة لا فيها استمرارية لأنها تعتمد على الموسم على الموسم وتعتمد على إذا فيه عنده متبرأ ناوي أنه مثلا يجي ويتكفل بعمرة مثلا ثلاث مرضى أو أربع مرضى فإحنا وحظنا في سنة من السنوات أطلقنا حملة كانت هذه كانت في 2015 يمكن سافر عندي ثلاثين مريض دفع وحدة؟ دفع وحدة ما شاء الله متبرع واحد ولا أكثر من متبرع أكثر من متبرع كان الله يجزي يمكن هذه الحملة ما في كثير ناس تعرف عنها بس أول حملة أطلقت لحج للعمرة كانت برعاية تسمو الشيخة نفسها كانت في 2002 واثنين قبل أن أنضم إلى الطاقة معامل جمعية أصدقاء مرضى السرطان وطبعا أصبحت بعدها كل فترة ثانية لأن يمكن لدينا المرضى دائما نسمع عن الدعم النفسي والدعم المعنوي ما في أكبر من هذا الدعم أكيد ما في أكبر من هذا الدعم المريض يرجع مختلف 180 درجة فيه طبعا أيضا عندنا الحج ولكن هذا شوي صعبة لأنه شوي ناخذ فيها يعني إجراءات أكثر يعني العمرة لأنه أي وقت في العام بس الحج لأنه محدد أيضا بوقت وزمن في موسم الحج في موسم الحج نعم قبل قليل طبعا الشكر موصول للطاقم العدد والأخراج كان هناك الأرقام التواصل شكرا لطبعا جمعية أصدقاء مرضى سرطان للراغبين التبرع سواء كان من أموال الزكاة من أموال الصدقات فطبعا من خلال الأرقام اللي بتظهر مرة أخرى الآن أسفل الشاشة نعم فجزاكم الله خير مشكورين وإن شاء الله نتمنى نتمنى أنه الجميع يبادر لأن المسألة ليس مسألة علاج مريض سرطان فقط وإنما أيضا الفائدة متبادلة مثل ما يقال يعني أنت تكسب الأجر وأيضا ننقذ إنسان محتاج أن يتطبض يعني المسألة يعني ليس مسألة أنه فقط علاج هناك من لديه ما شأر القدرة أن يتعالج من هذا المرض الخبيث عفانا وعفاكم الله ولكن هناك من لا يملك القدرة وإن شاء الله تكونون من أهر الخير والإحسان هناك مبادرة أذكر كنت مع حضرتك فيها في أحدى حلقات أماسي وهي مبادرة رياضية لنحية لنحية ونوصلنا فيها المبادرة الطيبة هذه لازلنا طبعا إحنا الحين بعد انتهاء شهر رمضان طبعا وبداية الصيف الحين بدين في موضوع التسجيل التسجيل مفتوح للراغبين أنهم يسجلون في المبادرة التسجيل يتمع عن طريق الموقع الإلكتروني للجمعية في شهر آخر شهر ثمانية حنعمل جولة على مولات دولة الإمارات وبداية شهر تسع سيكون في جولة على المدارس والجامعات طبعا لما تفتح المدارس والجامعات طبعا هذا كله استعدادا ل مبادرة رياضية رضيلا حتكون في شهر 11 بإذن الله شهر نوفمبر حتكون في 17-18 نوفمبر هنا في إمارة الشارجة في الجامعة الأمريكية نعم إحنا سمعنا أن في ريلي فور لايف أو مبادرة لنحية بتكون في شهر تسعة في كوبنهاجن طبعا إحنا نتكلمنا أن إحنا يبنى هذه المبادرة العالمية التي عمرها 35 سنة وعربناها وأطلقناها في دولة الإمارات إن شاء الله ستكون في المرة الأولى في شهر نوفمبر يبتون من أمريكا أعتقد من أمريكا طبعا جميعين الأمريكي للسرطان هذه أحدث أحدث يعني شركاء جمعية أصدقاء أمار للسرطان والفكرة أنها ستكون في المرة الأولى ستكون لأول مرة في الوطن العربي بصورة عامة ستكون في دولة الإمارات الآن اللي وصلنا إحنا كنا مؤملين أن نوصل خمس تلاف شخص لأن في العالم هذا هو تقريبا يسون أربعة تلاف وخمس تلاف شخص إحنا دائما نأخذ الأكثر بس ياتنا خبرية أن كوبنهاغين حيسون سبعة تلاف فأصبح الحين عندنا تحدي جدا فطبعا إحنا دائما في البلاد دائما إحنا ما نرضى بالمتواصل لا دائما المركز الأول فحنشوف حيكون فيه طاقم من الجمعية إن شاء الله احتمال يشارك وحنشوف ونحاول نشوف كيف أيضا يسون لأنه فيه فرق بين أنت سوين فعالية أربعة وعشرين ساعة لألف غير ألفين غير أربعة تلاف غير أربعة تلاف غير سبعة تلاف فسنتم إن شاء الله قادرين على ذلك وبإذن الله جهودكم دائما تشكرون عليها وجهودكم دائما تؤتي بثمار طيبة وبنتاج طيبة دكتورة سوسن الماضي مدير عام جماعية أصدقاء مادة السرطان شكرا جزيلا لحضورك معنا شكرا